عنوان اخر وهو كالتالي ابراهيم عادل في طريقه الى النادي الاهلي لعب بيرامدز طبعا كل فترة انت خلط بنسبة عن عبس العنوان لكن واضح ان فيه نوع من التقارب بعض الشيء ما بين ادارة الاهلي و ادارة بيرامدز في الفترة الماضية وكان ممكن جدا تلاقي اكتر من اللاعب من بيرامدز راح الاهلي بس هو السؤال والناس كلها بتتكلم اللعيبة يعني لا الاهلي و بيرامدز ما يتعاملوش مع بعض والعلاقة الرائعة بين بيرامدز و الزمالك لم ينضم اي لعب من بيرامدز للزمالك الا في الفترة الانتقالات الاخيرة اللي هو نبيل عماد دونج ثم عمر جيبر صح قبل الانتقالات اللي فات دي فيش ولا لعب من الزمالك او من بيرامدز راح الزمالك حتى في بعض اللعب انتهت عقودهم ومولايز الزمالك زي احمد توفيق مراحش الزمالك راح للبنك الاهلي صحية تمام في الوقت اللي كان فيه يعني الموضوع محتقن وحساسية وشديدة اف شرح الاهلي بيرامدز مظبوط فاني الناس برضو يعني الموضوع مش يعني مش مظبوط اه يعني مش بس انا اعنى حكوست ابراهيم عادل دي بقى عندي لها وجهة نظر اخرى يعني ابراهيم عادل بيلعب جناح ايسر النادي الاهلي يعتمد الان على احمد عبدالقدر وبرونو سابيو كمان ممكن يلعب كجناح ايسر لو احمد عبدالقدر مش موجود هل الاهلي الان في حاجة مسة لابراهيم عادل لا هو هو الابراهيم له اكثر من مكان يعني بيلعب راس حربة شرس ترايكر ممكن يلعب ناحية اليمين ممكن ناحية الشمال يلعب عشرة كل الحاجات دي بمكن يلعبها ابراهيم عادل بس هو احسن مركز دي هو الشمال وهو اصلا وعند كان عايز يلعب في الاهلي دي كانت حاجة معروفة يعني طبعا لكن يعني في الظروف الحالية انا ما اعتقدش ان هو هيسيب برامز في الوقت الحالي صعب جدا على الال يعني الاخر السنة يعني اه على الاقل وكلام ده بقى لما يكون في مثلا صفقة تبادلية في نوع من المؤامة الاثنين اللاعيبة يروحوا ومعرفش اذا ما حصل فبنسلمك البطرة والاهلي لكن الموضوع في الفترة الحالية لا ما اعتقدش انها هيبقى موجود الراجل عايز يعني من رشح ثلاث لعيبة ولازال مراسلين موجود في الصورة بتاع كوزاك اليمنى طبعا والمكان جناح ايصر اللي هو بيفكر فيه جناح ايصر ورأس حربه لان هو يعني مش عارف احنا قلنا الكلام ده في الكروت اللي معكم لا هو فكرة الجهاز اللي جابه علشان التدريب على ضربات الرأس لان هو بالاحصائيات الاشترا ياسر الراهيم بيلعب دماغه بيجيب جوان حمد فتحي نفس الكلام رام ربيعة لكن لا شاد حسين ولا محمد شريف ولا حسام حسن معاين حسام حسن اكثرهم تميزا هم ادروا ان هم يؤثروا ويسيبوا بصمة كبيرة قوي في ضربات الرأس في نادي الاهلي في الفترة اللي فاتت صحيح سيبك سنة اشن الناس جاي هم لكن برضو ما سجلش غير من كرة آآ ع الارض صح فالرجل شايف ان في مشكلة عنده في التعامل مع الكرات العرضية وضربات الرأس فحاول يحل دي بالجهاز الجديد اللي هو جابه عشان يمرن لعدته وفي مقدمتهم السلاسي المهاجم وعايز مهاجم عليهم لأنه هو الفكر بقى إذا أقول كابتن تاسمعيل يعني يقولك المهاجم الشرب المهاجم الحد اللي هو عنده القوة صحيح اللي هو قاله يبجي مثلا هو عايز حاجة زي كده عايز حاجة زي كده